كل الأخير حاجة مكلتاش بقى دي دا الحل كلمين برضو على الهجة بليلة بالدورة بليلة بالدورة استنوا يا جماعة اسم شاتية على الحالة بقى ما خلاص بقى أنا أقوله وعك بقى خلاص يمكنه دخل مع بعض يمكن دخلنا كل الهجات مع بعض طب استنوا ناكل أتستنوا هاجرب البليلة بالدورة بقى دا الدورة عادي ممكن حضرتك بتجاب بيبقى دورة مسكرة فيه مسكرة وفيه العادي منجرب كده عادي دا دورة ولبن خيس وممكن يتسكر بقى بالسوق حسب الاحتياج يعني ايه حل هو قوي طب الحمد لله الحمد لله أنا حلقت يعني الدورة دا انت سلقاة ولا ايه انا معطاها من الكوز وحطاهاه سلقاة زي ما بنعمل بليلة بالزبط بعدين بعد كده بعد ما يتسرق وكده وتروح مسافية وحطاها بقى في اللبن بسلق انت بتنفذ المبادرة في البيت يا دكتورة يس بقى في البيت كده دي ميزة الناس اللي بتشتغل في متحف الحضار علي فكرا لازم اقول بس عشان الفريق بتاعنا قدت لازم اقوله هم هند وماريان وصباح هم اللي برضو كانوا مع دكتورة صحر في تقديم المبادرة دكتورة هنمكة مهتم جدا بحضرتك والفريق بتاعك بصراحة متعاونين ومقسمين الشغل مع بعض فشكرا يعني انا سعيدة جدا بهذه المبادرة انا شايف انها مبادرة مهمة شكرا ناكل بعد كده بعد في بريك مبادرة مهمة والحقيقة انها مبادرة يعني فريدة من نوعها ولكن بتوثق اكلنا المصري بتوثق طراثنا وتاريخنا كل اكلة لها حكاية وكل اكلة لها جذور وكل اكلة بتحكي قصة جزء من التاريخ القصة مش اكل بنكله خلاص وفعلا قيمته القزائية عالية لكن القصة انه في كل هذه الاكلات حكاية جغرافية حكاية تاريخية حكاية ثقافية حكاية لها علاقة بالبيئة اللي هي طلعة منها فانا الحقيقة بشكركم بشكر المتحف وبشكر الدكاترة وبشكر دكتورة صحر على هذه الفكرة وارجوكو يعني التوثيق مهم جدا وتقول ايه عام المبادرة يا دكتور في النهيل انا سعيد ان المبادرة حضرتك استضفتين فيها وبنهدف ان شاء الله ان المبادرة دي غير الابعاد اللي حكي قلتيها ان يبقى ليها اثر اقتصادي واثر اجتماعي جيد غير ان احنا بنعرف بالهوية ممكن نستخدم بعض انواع هذه الاكلات في المطبخ المصري الان سواء كنا عايزين قيمة غذائية عالية سواء عايزين تكلفة اقتصادية اقل بحيث ان احنا ننشر ثقافة مصر نرجع بها تاني وده هدفنا في المتحف الهدف الاسمق تاعا حضارة مصر ترجع تاني دكتور بتطمحوا لايه خلينا برضا اقول جات لي مكالمة مبارح كان سيدة من سيدات انا كانت بتعيد يعني كل صون طيب ورمضان كريم فانا بسألها سؤال اخبرت زيت عندكم ايه قالت لي لا احنا ما عندناش مشكلة احنا ممكن لقتي شغليه في المسلوق فقلت لها انت عارف ان المسلوق ده قمت لانا عارفة قمت الغذائي احسن كمان من المقلي يعني ما شاء الله على سيداتنا مدبرات جدا يعني النهاردة انا مش قلقان ان مثلا يكون عندنا ظروف اقتصادية صعبة عندنا يغلقوا في بعض الخامات انما في مقابلها لا احنا عندنا السيدة المصرية السيدة مدبرة بتعرف توظف المبلغ الموجود باقل امكانيات ممكنة اللي بتمنى ان شاء الله ويمكن ده قريب قوي ان احنا نعمل موسوعة عدد كامل عندنا الرحلة المقدسة باذن الله العائلة المقدسة ونشوف كانوا بيأكلوا ايه لان دي من الفين سنة فدي سهلة هنشوف الفين سنة دبارة اه دبارة اه دي منطلب بس ان احنا نقابل قدسة البابا نقعد معاه عشان خاطر نقوله على الفكرة دي برضو هو هيدعمنا بالخبرات اللي عنده والقصوص الموجودة قدسة البابا شخص جميل ودائما مهتم بمثل هذه الامور دكتورة نيهيل انا احب اقول بس ان جنب التوفير والاقتصاد والحاجات الجميلة دي الحاجات دي كمان ممكن يطلع منها مشاريع كتير للسيدات المعيلات كل الحاجات دي قابلة للبيع قابلة ان هي تتعامل مشروع قابلة ان هي تدر دخل ولما تدور عجلة الدخل التراث يتحفظ اكتر دكتورة سحر اتمنى بس من كل اسرة يعني اتشرفنا في المتحف عندنا المتحف القومي ويحضروا المحاضرات اللي هي توعية وثقافية عشان نعرفه اصول وجدور الاكل المصري واحنا بنعلن عنها على وسائل تواصل الكمية عشان الناس بتسير لده دايما صفحتنا انا باشكركم شكرا جزيلا الاكل المصري انا اللي همني في دا القيمة الغذائية توثيق التراث وان احنا نبقى محتفظين ومتمسكين باكلنا المصري لانه اكل الحقيقة طعمه حلو جدا وهو دا اكلنا حد بقى صيح بقى فيه شركة سيحو فيه حاجات تانية لكن اكلنا دا هو دا الاكل المصري الاصير والفول طبعا والطعمية طعمية تالت فول وطعمية وبصارة وكشة وبصارة وكشة شكرا ونخرج فاصل وبعد الفاصل الكنتينر والنجمة احمد داود